يعني أكيد كان نفسنا نكون في أجواء أفضل ولكن حفظ الواقف في صفه لآخر الزمن في الشدة أنا برضو ظهره أنا ليه درع الأمان ده عقلية كل من ينتمي للنادي الأهلي أكيد خسارة البطولة اللي كنا بنطمح إن هي تكون التالتة على التوالي والحضاشر في تاريخ النادي الأهلي مزعلانة حقنا نزعل؟ آه طبعا لأن اللي تعود على الدهب زي النادي الأهلي لا يمكن قبلا يقنع بالفضة أو يرضى بيها ولكن أكيد عندنا تقصير أكيد عندنا حاجات محتاجين نحاسب نفسنا فيها وده عهد النادي الأهلي اللي بيرجع أقوى عشان هو أكتر حد بينقض نفسه وسرعة تصحيح أي أمر أو أي خلا ولكن الفترة اللي فاتت كنت بسأل نفسي سؤال ماذا لو النادي الأهلي قاضى المباراة دي في نفس ظروف الوداد؟ كل الظروف اللي توفرت للوداد عشان يكسب كانت هي الظروف اللي توفرت للنادي الأهلي ماذا لو ده حدث؟ النتيجة الأهلي بطل بنسبة 100% طب سيبك من ده خالص ماذا لو توفرت ظروف عادلة؟ للفريقين كل فريق بياخد حقه فيها الإجابة أيضا للنادي الأهلي كان أكيد هيكون البطل بنسبة 100% فأرجع للسؤال تاني إيه اللي خل الوداد يروح بكل الظروف عشان يقدر يكسبك؟ وإنت روحت بظروف كلها أو أغلبها تؤدي أن أنت تخسر المباراة هنا ممكن أفهم الكاف وممكن أفهم فساد الكاف ممكن أفهم تحفظات كتير جدا عندنا على الكاف وأكيد ليه موأماته وليه توازناته وليه فضيحة وضحة بالكرة الأفريقية على مرأة ومسمع من العالم كله إنما اللي لا يمكن أفهمه بعض المسؤولين هنا في الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم يا جماعة اللي أنا عايز أقوله إن الفترة اللي فاتت أنا كنت في حقيقة يعني في حيرة من أمري النادي الأهلي هو النادي اللي شايل على كتفه مهمة الدفاع عن الكرة المصرية آخر 20 سنة النادي الأهلي أو خلينا القرن الأخير القرن الواحد وعشرين النادي الأهلي لعب 12 نهائي لدوري أبطال إفريقيا بيحقق 8 ألقاب منهم ده النادي الأهلي 12 لقب لدوري أبطال أفريقيا بيحقق 8 ألقاب منهم على الجانب الآخر ماذا لو النادي الأهلي مش موجود في المشهد النادي الأهلي خارج المعادلة كانت الكرة المصرية حتبقى فاضع حارج جدا كنت حتشوف الكرة المصرية على مدار القرن الواحد وعشرين بتحقق بطول الدوري أبطال واحدة حقاها الزمالك في 2002 لو الأهلي مش موجود في اللقب كنا حنبقى مصار للسخرية من الفرق في تونس والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب وكل الفرق النادي الأهلي كل إعلامي في مصر وكل من ينتمي لصناعة كرة القدم المصرية لازم كل يوم الصبح يحمد ربنا على نعمة وجود النادي الأهلي اللي بيحافظ على هيبة الكرة المصرية بين الأندال الأفريقية أيوة النادي الأهلي آخر القرن الواحد وعشرين كله على مدار اتنين وعشرين سنة هو اللي بيعمل المهمة دي شيلي الأهلي من المعادلة هتلاقي تسع نهائيات بتلعبها الفرق التونسية على مدار القرن الحالي 2004-2005-2006-2007-2010-2011-2012-2018-2019 على الجانب الآخر النادي الأهلي الواحده بيلعب اتناشا ناية أكتر من كل الفرق التونسية يبقى هنا لمصلحة مين؟ النادي اللي متحكم في صناعة كرة القدم المصرية في اقتصادياتها في شعبيتها في كل حاجة تخصها يبقى بيحصل معاه كده النادي الأهلي هو العربية اللي بتجر قطر الكرة المصرية واللي صدقوني حنندم ولو انحرف عدد العربية عن مصارها القطر كله حينحرف أنا بفتكر من شهرين بس والنادي الأهلي في دور المجموعات متعسر والناس في الاستوديوات بتمصمص شفايفها على حال الكرة المصرية وعلى وضعها كانت زمانكو بقالكو 22 سنة بتمصمص شفايفكو على وضع الكرة المصرية وهي بلا أي إنجازات غير بطول الدورة أبطال واحدة النادي الأهلي بتمن ألقاف في القرن الـ 21 يستحق كتير جدا مش من المجملة إنما من التقدير ومن هو ياخد حقه لأن اللي حصل مع الأهلي لنا على مدار الحلقة وقفة كبيرة قوي فيه